إلى علم تكون به إماماً هذا الذي أدعوك إليه أول ما أدعوك إليه هو العلم لا تخض في دروب الجهالة لا تتسربل بسربال الجهل بئس السرباله بئس المظهر تظهر به إلى علم إلى علم سيقولك هو يجلو ما بعينك من عشاها ويهديك السبيل إذا دللت ويفعلوا بك ويصنعوا بك وكذا وكذا إلى علم بربك وعلم بشرع ربك وعلم بكيف تتقرب إلى ربك بما بامتثال ما يرضاه واجدنا بما يسخطه إلى علم بما يزلفك بين يدي ربك ويجعل لك حسن المقابلة إذا لقيت رسولك صلى الله عليه وسلم معاه الحوض إلى علم تكون به إماما يرفعك على رقاب الناس يجعل أنظرهم إليك وتشوفهم نحوك ورضى أحدهم أن تبتسم إليه وغاية أحدهم أن يفوز منك بدعوة صالحة هكذا كان الناس أدركنا إذ كنا طلبة شيوخا يتنافس الطلبة في خدمتهم لعل الشيخ يدعو فتوافق دعوته ساعة استجابة فيفلح ذلك المدعولة كان الناس تسابق لهذا يحملون على الشيخ يقرب له وضوء وضوء يحدثني شيخ مصطفى النجار رحمة الله عليه وهو إذا كصبي يأتي فيفتح المسجد وهذا يمكن قبل ساعة أو يزيد عليها قبل أذان الصبح وذلك الوقت المساجد لا أنوار فيها ولا ماء ساخنا فيها فيفتح المسجد ويأخذ الماء من البير ويشعل النار ويسخن الماء لشيخه ثم يوقظ شيخه وقد هيأ له وضوءه الساخن وقد هيأ المسجد للمصلين وثم الشيخ يدعو له هذه الإمامة هذه الإمامة هذه التي يحسد عليها العلماء لكن ها هنا ينبغي أن تفهموا شيئا وتدركوه عندما قال هو إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيتا لا يعني ذلك أنه ينصحه أن تكون تلك نيته عند طلبه للعلم أنا أطلب العلم لأكون إماما لن تكون أبشير زعم الفرز دقوا أن سيقتلوا مربعا أبشير بطول سلامة يا مربع تريد أن تطلب العلم لتكون إماما أبشرك لن تكون إماما الناس كانوا يطلبون العلم ليعبدوا ربهم على بصيرة هذا قال مالك رحمه الله تعلمت العلم لنفسي وكذلك كان الناس كل من تعلم علما إنما يتعلمه لنفسه قال وكذلك كان الناس فنفع الله بعلومهم الآن أنت تتعلم لأن الناس تحتاجوا لي لأن كذا أريد أن أنصح أريدك لن تفعت أنت وننتفع من جلس إليك يعني القصد إلى علمين تكون به إماما هذه ثمرته لا هذه نيتك التي تريد هم نعم